السلام عليكم ومرحبا بكم في كل يوم قصة ومرحبا بكم في الحلقة الرابعة من زوجات جربوا التعدد وهذه نحكي فيها لحالة مشابهة للحالة القديمة للحلقة الثالثة لكن غير هذه رجلها ربع لها لكن هذه ربعات للراجلها الأول والزوجات الثانية في مدينة جنوبية زوجات جندي في الجنوب بعد سنوات من الهجرات دار راجلها الأول في واحد منطقة في ناحية المدينة جميلة في الجنوب عاشت هي ثلاثينية من حضرها من البادية وتماك عاشت واحد الحياة بسيطة كما بقيت العيالات دولتها كانت راضية بالقدرة دولها كبقية بنات القرى إن في الفترة اللي سبقت الزواج أو بعد ما تزوجت من ولد بلدتها يعني تزوجت ولد دوار في زواجها الأول زواج الأول ما كانش عن حب أو عن سابق معرفة وتعارف كما وابنة اليوم كان زواجها تقليديا خالص كما حياتها حياتها كانت قاية عادية جدا مع شرك حياتها اللي استقررت معه في محل سكنه دوزة معه سنين بلا ما يتهز الخلافة البسيطة العابية لعرش التفاهم ديالهم والنسيجام والبساطة للعيش ديالهم طيلة سنوات متتالية المهم كل واحد فيهم من الراجل ولا المرأ كان راضي بواحد أخر بالتاني بالعيوب دياله والمحاسين ديالهم مهم بتآلفين حتى لو كانوا يتخصموا كيرجع للدفئ من جديد وسريع للعش الزوجي ديالهم الحوار كان وخاء التربية البادية الحوار كان وسلح ديالهم باش يدوبوا جميع الخلافات وكثير ديال الزيجات حسدوهم على هاد النسيجام والساعدة ديالهم اللي ما دامت طويل وفترة طويلة كتر من اللي هاد مش اللي توقعوها كان كي يضيق عليها الخناق وكثيرات الخلافات ديالهم بحال اللي كان كي يغير عليها وتزايد منسوب ديال هالخلافات ونفس الأسباب تقريبا كل مرة كل مرة كيجبد نفس الأسطوانة الشي اللي عكر الصفو ديال زواجهم تقليدي البسيط وادام حتى الصبر ديالهم بجوج والقدرة ديالهم على التحمل ديال بعضياتهم وكل مرة كان صافع فيها منسوب الصوص دياله غضبا او كي يمديد ديه باش يضربها كانت كتحزم حويجاتها تهززهم وتهزل أغرض ديالها كتحزمهم في الغيطاء دراسها في الدرر الفولار وتغادر في اتجاه منزيل عائلتها غضبانا كاتمشي غضبانا وهذه عادة كانت قديمة مداما مكالا غضبانا لكن الهجران ديالها بعض السوجية يعني ملي كاتمشي غضبانا عند وليديها ما كاش كيدوم بزاف كانت غاي ساعات قليلة غاي إما كيلتحق بها هو نضربها ويتلبس محا ويسخر الأقارب والجيران باش يتطلعوا بهذه المهمة تسلح بيناتهم ما كانوش كي يعيو يعني كيسوع بالخطورة ديالتكرار مثل الأخطاء وتأسير دياله لحياتهم السوجية إلا بعد مشاكل دياله مزادت وفرارها لمتقدر المنزل لولدها إلى أن ختفت نهائيا وتوارت عائل الأنظار وابقاش كي يظهر لها لا عند عائلته ولا عند عائلته ولا في داره في آخر مرة سيتغادر فيها إلى غير رجعة تخصمه وقسم بأغلط الإيمان ما أنه غادي يتبعها يعني باللي ما غاديش يتبعها لدرب والدها ويطلب الويد ديالها ويعفو من جديد كانك أعتقد أنها لنتبرح منزل وليدها يعني غاديش بقريات مماك وربما وليدها يضغط عليها وتجيب زز منها باللي غاديش نهار ترجع ليه من تلقائي نفسها وبلا حاجة ما أنه يمشي يرغب ويزاوغ ما توقعش أبدا أنها ما غاديش ترجع نهائيا بعدما اختفت في ظروف غامضة عن عن الطوار والبلد يعني لك القرية كلها قلب عليها في كل بلاسة وفي محيطها العائلة ما لقاش لها أثر الشي اللي تفعل تفعل به باش يلجأ للمحكمة طالبا لرجوعها لبيت الزوجي ديال واحد تعوام طالب ديال رجوع البيت الزوجية حتى ما كانش عارف حتى المكان الوجود ديالها باش الحال يطلب رجوعها للزوجية الرجل مالجأش للمستر الطلاق خوفا أنها تجي واحد النهار وتبال من جديد وتطالبه بمستحقة ديال المتعاون نفقة ومجاورها من مصاريف ومشاكيل الشي اللي ما عندوش في جيبه ما عندوش قدرة أولا على أنه يوفي بديك المصاريف والتكاليف كاملة خلال الحبل هكذا على الغرب كما كيقولوه تل سنين تقريبا وميقش ما يقش باللي غدي يجي واحد النهار وترجع ما عندوش ذلك المدة قبل ما ستوصل بواحد الخبر باللي مرتو هاربا موجودة ومستقرة في واحد الحي في ذلك المدينة الجنوبية وباللي ساكنها مع شي واحد آخر تم في ذلك دار حين ايدي فكر جديا في الايقاع بها متلبسة بخيانة الزوجية كيف هاش وحدة مزلع الدم مدية مثلا في العصمة ديالو وهاجرات هاربات ومرسمية في حود نراج الوحد اخر مشا تقدم الشيكاية ديالو وتم اعداد الكمين ونصب الفخ الزوج كما قلت تقدم الشيكاية النيابة العمى في محكمة ابتدائية في المدينة في نية موجودة لدابة النيابة العمى امرت جدرمية حي تلك المنطقة موجودة في هاميش المدينة يعني تبع الجدرمية امرت جدرمية باش يبحثوا في هذه المضمونة الشيكاية ويسمعوا تريحات ديالو قبل ما يقوموا بأي متعين ظنوا الجميع ان العلاقة ديالها التانية مع ذيك الشخص في الدار غير شرعية وهذا الشخص كان واحد الجندي جندي كانت مستقرة معه وكل شي يعني للمحققين ولا هو ظنه انها ربما في علاقة غير شرعية مع ذيك الشيكاية لكن المفاجأة كانت صادمة للجميع بما في يوم العناصر ديالجدرمية اللي تكلفوا بتحقيق متهمة من اللي قتح مدار وشدوه ياو الراجل يوديك الراجل تبين انها متزوجة وبيعقد نكاحين شرعي رغم انها ما زال في العتمة للزوج الأول حينها كان لها يعني اكثر من هاد شي كانت والدة مع ذيك الجندي هالجندي اللي ارتبطت به وهي مزالة لما طلقت من الأول الجندي اللي تعرفت عليه صدفة بعدما هربات من القرية في كان زوجة زوجة للأول هو بنفسه يعني هالجندي الزوج الثاني ما كانش عارف الحقيقة وما صرحتوش بها أبدا بدعت انها ما زال عزبة وأنجزت وطائقا بذلك بما في ذلك شهادة العزوبة استعملات الشهادة في استخراج دي العقد النكاح الثاني واللي محرر من طرف جزء العدول في ذلك المدينة قبل ما تنكشف الحقيقة الأمر ديها لكن بعد سانتين نزوج ديها الزوج الثاني اللي تنطلقها حلقات مسلسل المحاكمة ديها أمام المحكمة المتدائية سيدا تدت تم السمع لها تمهيديا وحكاة التفاصيل دي النزاع المتكرر ديها مع رجلها اللول قبل ما تهرب بعد ما دقت دير عن التعنيف ديها لوم بحسن حدها لقات دي الجندي في طريقها ارتمت في الحضن ديها لوم العواض ما تتقادفها الأحضان بحتل على اللقمة تعيشها ما نكراتش أنها كتبات على الرجل الثاني باللي زورات وثائق العقد وقررت بكل شيء قبل إحالة ديها لعني بالعمل عمالي أمرات بالإداع ديها في السجن شهور دي وزاتها في ديك المؤسسة السجنية قبل الإفراج عنها والاختفاء ديها من جديد خوفا من نظرات الناس اللي ما كانت ترحمش الأخطاء بمثل هذه الأخطاء بالضبط بعد ما لقات رأسها في قلب زوبعة وبالفضيحة وهي اللي رسمت الصور ديها بنفسها وبلا مساعدة ديها لأي كان أدت ثمن ديها من الحرية ديها واحتم السمعة كما أخريات نساء أخريات في مدن مغربية مختلفة جمعوا ما بين زوجين في الأي نفسه عن جهل أو عن سبق إصرار وشكرا لحسين استماعيكم وإلى حلقة الجديدة مع قصة أخرى